أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري واسهر لي أمري واحل العقدة من لساني يفهم قولي تكلمنا في خطبة الجمعة حول وقفات مع هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعض الدروس المستفادة من حيث أن الإنسان يمر في هذه الحياة بالشدائد والضوائق ويمر بالابتلاءات فإنبغي عليه أن يكون صبورا وأن يحسن استقبال أقدار الله سبحانه وتعالى كما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم Our topic today for Khutbatul Jum'ah was basically about the hijrah the migration of Rasulullah صلى الله عليه وسلم and how it is so inspiring in terms of being patient and the Prophet صلى الله عليه وسلم was responding positively and so patient to the qadr, the decree of Allah سبحانه وتعالى and we've mentioned also that we need to be aware of the hijri year and the names of every month because this is actually part of ayah where Allah سبحانه وتعالى says in Surah Al-Baqarah that there are 12 months that Allah سبحانه وتعالى for Allah سبحانه وتعالى there are 12 months and four of them are the second month الأشهر الحرم كما قال الله سبحانه وتعالى منها أربعة حرم فهذا العام هو ألف وارمعمائة وخمسة وأربعون من الهجرة ونحن اليوم في اليوم الثالث من شهر الله المحرم محرم 3rd 1445 in the lunar calendar one of the lessons we need to extract and to understand from the hijra of Rasulullah the migration that the Prophet صلى الله عليه وسلم utilized the means الأخذ بالأسباب وحسن التخطيط والعمل الجماعي الأخذ بالأسباب وحسن التخطيط والعمل الجماعي the Prophet صلى الله عليه وسلم taught us to utilize the means to plan well and ahead of time and to work in groups so just individually and when you look at how the Prophet صلى الله عليه وسلم commanded one of the companions to watch the way for him before going out to hijrah and the other companion who was walking behind the Prophet صلى الله عليه وسلم and his companion Sayyiduna Abu Bakr صلى الله عليه وسلم as a kind of making this camouflage to make the disbelievers get distracted and not to be able to you know trace his footsteps this is also one of the way how the Prophet صلى الله عليه وسلم was excellent in planning for things وحينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة أخبر أبا بكر رضي الله عنه وكان سيدنا أبو بكر متشوق لذلك وظهر عليه الحماس فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأرجو أن يؤذن لي يعني منتظر الإذن من الله سبحانه وتعالى لا ينطق عن الهوى لا يفعل منتلقاء نفسه صلى الله عليه وسلم وهنا أيضا إضافة أخرى وهي حسن اختيار الصديق We cannot just make friends with all people There is a big difference between respecting people and making friends with people We are required to be respectful to everyone to be kind to everyone but we cannot make everyone as a friend and as a closest friend but when it comes to friendship we have to be so careful when picking and choosing the friend That's why the Prophet صلى الله عليه وسلم when he told Abu Bakr صديق about just his intention to migrate Abu Bakr صديق started to prepare for the you know to feed the camel يعني بدأ سيدنا Abu Bakr كما نقول يعرف الداب أو الدبتين على وجه التحديد لأنها له ولزيدنا رسول الله حتى تتقوى على الطريق he was so excited that he started to feed the camels for him and for the Prophet صلى الله عليه وسلم that they will use on their way to hijrah even before having the certain time for hijrah so الأخذ بالأسباب أمر في غاية الأهمية العمل الجماعي في ديننا أمر في غاية الأهمية خاصة حينما يكون الأمر يتعلق بالعامة يعني لا ينبغي للإنسان أن يعمل بالتلقاء نفسه وأن يحكم في شيء يعود نفعه أو ضرره على الجميع يعني طالما أن النفع والضرر يتعدى الإنسان إلى غيره فلابد من المشهور ولا ينبغي لمسلم عاطم أن يستقل رأي غيره أو أن يستهين بمشاركة غيره فالحكمة ضارة المؤمن ربما هذا الذي تستبعد أن يفهم مسألة ما أو لا تظن أنه يستطيع المشاركة في أمر ما تجد عنده أفضل رأي وأفضل قرار فالإنسان دائما يجتهد في أن يكون العمل عملا جماعيا وهذا مما عدمنا إياه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة منذ أنهي الهجرة حتى أخذ خطو صلى الله عليه وسلم قال يسافر إلى المدينة ويعلم الناس ويبدأ يهيي الناس للدين ويعلمهم ويهديهم ويشدهم إلى دين الله حتى قبل الهجرة يعني مصعى بن عمير ذهب إلى المدينة قبل الهجرة بمدة النبي صلى الله عليه وسلم يخطط لماذا حتى إذا ما أخذ حاله وأصحابه وقومه وهجر وجدوا ناسا يستقبلون للترحاب لأنهم صلى الله عليه وسلم عليكم السلام الله الكافر مثلا حينما ذهب إلى الطاعف لم يجد منهم إلا الصد ولم يجد منهم إلا الجحود والإهانة والتقاوم ألقوهم بالحجار وصدقوا عليه سبيانهم فأخذ من هذا وخطط للخطوة القادمة فالإنسان يتعلم مما يمر به ويهيئ نفسه لما هو آد فلما كان مصعب بن عمير ذهب إلى المدينة وهيئ الناس للدين واستمال قلوبهم بكلام الله تعالى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابهم فوجد أهل المدينة يستقبلونه بالترحاب الشديد So the Prophet صلى الله عليه وسلم ahead of time he started to plan for hijab he sent one of the companions Musab ibn Umair to teach people and to let people know about an Islam and about the Prophet of Allah Sayyidina Muhammad صلى الله عليه وسلم to allow them to listen to Quran and to have their hearts soften to the words of Allah in order for the Prophet صلى الله عليه وسلم and his companions and the people who followed them followed him when they travel when they move to المدينة they will be finding those people who are so welcoming so respectful to them because the Prophet صلى الله عليه وسلم went through a lot in his home country that's why even this Sunnah was before the Prophet صلى الله عليه وسلم many of the Prophets migrated and left their country يعني في سورة العكبود فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى رب هذا تكلام سيد النبي الرحيم حتى الصحابة أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبش مرتين قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من هجرة الكبرى إلى المدينة فتجد هناك تخطيط وعمل وأخذ من أسباب لم يركب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء أو إلى فقط أقصد يعني لم يركب إلى الدعاء فقط لكنه أخذ من أسباب البشرية فلا يمكن الإنسان أن يدعو الله كل يوم اللهم ارزقني اللهم ارزقني اللهم ارزقني وهو لا يعمل أو هو لا يسعى لكسب الرزق حتى قال أحدهم إن الله أوجد الرزق يعني الرزق موجود لن تموت نفسه حتى تستوفي رزقها وأجدها الرزق ربنا سبحانه وتعالى أوجده لكن لا بد على الإنسان أن يسعى ليأخذ حصته من هذا الرزق لم يأتيه وهو يعني في بيته أو على مسجدته so a lot of lessons embedded in the hijrah of Rasulullah in this incident in this you know the migration from Mecca to and Medina the Prophet sallallahu alayhi wa sallam taught us to be so careful and to be very attentive when it comes to talking to a friend and make friends with people not everyone is you know is qualified to be a friend we respect everyone but when we talk to people when we have like a close friend we have to be so careful that's why the prophet sallallahu alayhi wa sallam had Abu Bakr as his closest friend and he deserved it رضي الله عنه وقال الله سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولاك هم المتقون من الذي جاء بالصدق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق بالوحي من عبد الله ومن الذي صدق به أبو بكر الصدق يعني حتى القرآن أشار إلى أخلاق أبي بكر الصدق كصدق وكصاحب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالخباص يا أحباب أخذ بالأسباب حسن التخطيط العمل الجماعي اختيار الصديق اختيار الصديق نسأل الله تعالى أن نعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن يجعلنا وإياكم من المتبعين لهذه الحبيب صدق أبو عليه وسلم ورجزاكم أخبره خيرا وإلى أزان العشاء والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله